أسئلة مهمة وصلتني من حضراتكم عن القبر والحساب سؤال الأولاني من يعذب في القبر الجسد أم الروح أم الاثنين ومن يبعث يوم القيامة الروح والجسد أم الروح فقط خلينا الأول نقول أن أهل السنة أهل السنة هم أغلب المسلمين يعني السواد الأعظم من المسلمين اللي ملتزمين بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة وأقوال العلماء والسلف الصالح أهل السنة متفقين أن زي ما فيه نعيم ومعاناة في الدنيا وهناك نعيم في الجنة ومعاناة في النار في الآخرة الفترة الزمنية اللي ما بينهم اللي اسمها حياة البرزخ اللي ما كانها في القبر أيضا فيها نعيم ومعاناة فنعيم وعذاب القبر شيء متفق عليه بين علماء المسلمين لكن عندهم نقاش هل بي ينعم مش بس بقى بيعذب لو هنسأل يبقى بي ينعم ويعذب هل بي ينعم الجسد والروح ولا بي ينعم الروح بس سألوا السؤال ده ليه لأن احنا عندنا فكرة النعيم والعذاب ثابتة بالقرآن وبالسنة وأشهر الآيات اللي بتتكلم أنه في حياة في القبر يوم ما ربنا سبحانه وتعالى قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إذن كان في حاجة بتحصل بيعرضون على النار ويوم القيامة بقى آه ده في حاجة تانية إذن هناك شيء بيحصل في حياة البرزخ اللي هي في القبر وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأهل السنة بالنسبة لهم القرآن والسنة هم مصدر التشريع حكلنا عن نعيم كتير بيحصل للموحدين في القبور وحذرنا من بعض ألوان المعاناة اللي بتحصل لبعض الناس اللي بيعملوا ذنوب معينة كبيرة ممكن يبقى فيه معاناة في القبر هذه المعاناة أو العذاب العلماء تناقشوا طيب هي معاناة للجسد والروح وبعضهم قال كده آه فعلا ممكن الجسد والروح يتألموا زي ما الجسد والروح يتنعموا أو هي معاناة للروح فقط لأن الجسد الأرض أكلته كأن يعتبر الجسد البدلة اللي أنا نبسها والروح هو حقيقتي أنا فالبدلة خلاص مش مهم الإنسان نفسه بقى بكامل مشاعره وأحاسيسه وإدراكه هيبقى جوه الروح ده فتنعم أو بعيد عننا كلنا رب تعذب فالقضية مش يعني مش هتفرق أوي بالنسبة لحضرتك هو جسد وروح ولا روح بس هيحصل نعيم تحس بيه إحساس كامل أو بعيد عننا كلنا هيبقى فيه معاناة وعذاب يحس بيه إحساس كامل جوم عند العذاب هنا وقالوا هو عذاب مؤلم ولا مجرد رؤية العذاب فالألم جاي من الرؤية وإخافة الرؤية برضو هنا فيه نقاش من أهل السنة هل فيه حاجة فعلا هتبقى مؤلمة ولا يعرض عليه شكل العذاب ويشوف مقعده في النار فيبقى بيعذب بهذه الرؤية برضو نقاش من أهل السنة عموما خلاصة المسألة دي جسد فيه نعيم وعذاب بالجسد والروح ولا بالروح بس القولين موجودين عند العلماء طب مين لا يبعث بقى يوم القيامة هنا فيه آية في القرآن وإذا النفوس زوجت من تفسيرات هذه الآية إن ربنا سبحانه وتعالى سيعيد بناء الجسد تاني وكل روح ترد للجسد بتاعها وإذا النفوس زوجت من يحيي العظامة وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فيبعث الناس يوم القيامة بأجسادهم والروح مردودة فيها عشان يتحاسبوا بنئدين ربنا سبحانه وتعالى وده كان رد السؤال بتاع النعيم والعذاب على الجسد بس ولا على الروح بس ولا على الجسد والروح هل ممكن حد يعرف مصيره وهو في الدنيا هو جنة ولا نار ما نعرفش كده إلا اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاور عليه وقال له أنت من العشرة المبشرين بالجنة أو من الاربعين المبشرين بالجنة عشرة مشهورين وكمان فيه تلاتين سيدنا النبي يقول له شفتك في الجنة سمعت صوت رجلك في الجنة زي سيدنا بلال يعني سيدنا بلال ابن رباح مش من العشرة المبشرين بالجنة إنما من بقية الاربعين المبشرين بالجنة والنبي شافوا عليه الصلاة والسلام وكثير من الصحابيات النبي بشرهم بالجنة فبما أن سيدنا النبي انتقل للرفيق الأعلى فما فيش وحي يجزم مين في الجنة ومين في النار هل يوجد حساب تاني في الآخرة غير حساب جهنم هو الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن فريق في الجنة وفريق في السعير وفي موقف بيحصل ما بينهم للي تساوت حسناته وسيئاته بيوقف على جبل اسمه جبل الأعراف ومذكورة قصته في سورة الأعراف في القرآن وبعدين بعد كده اللي بيتساوى حسناته وسيئاته وينتظر على جبل الأعراف إن شاء الله بيؤمر بيؤمر بينه يخش الجنة بعد كده برحمة ربنا سبحانه وتعالى لكن مكان تالت للبني أدمين الجواب لا هو فريق في الجنة وفريق في السعير كيف لا نكون ممن تذهب حسناتهم كالهباء المنثور إحنا عندنا آية وحديث الآية بتخاطب الكافرين والحديث لا صح الآية بتقول وقال الذين لا يرجون لقاءنا الكفار اللي مش مؤمنين بالآخر وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين المجرمين في القرآن يعني الكافرين وراجع التفسير وراي يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة ربنا بيتكلم أن كان متأكد من وجود ربنا ثم جحد يعني كفر رفض الإيمان به لو عنده أعمال صالحة في الدنيا هيكافأ عليها في الدنيا لكن ليس له في الآخرة من نصيب ده اللي يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة هذا الكلام مش مخاطب بالموحدين لأن فيه حديث بسنن ابن ماجه والأحاديث يسمح لعلماء الحديث أقول المعلومة والأحاديث اللي تفرد بها ابن ماجه العلماء ضعفوها وكما شيخنا في علم الحديث يقول ما تفرد به ابن ماجه ليست لنا فيه حاجة بيقول الحديث أن في ناس هتيجي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورة كانوا يصلون كما تصلون ويزكون كما تزكون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هذا الحديث العلماء ضعفوه وبعدين احنا أغلب اللي بيعصي مننا كبني أدمين بيعصي في السر ما عندوش الجر أنه يعصي قدام الناس بالطريقة دي فهل ذنوب الخلوات تمحوا الصلوات والزكوات الجواب أحاديث النبي الصحيحة غير كده عكس كده والآيات اللي في القرآن عكس كده فاطمئن إن شاء الله الحديث ده لا يصح عن سيدنا النبي والآية اللي بتتكلم الهباء منثورة ربنا مش هيتقبل الكلام ده مش للموحدين والله أعلم شكرا